شكراً لكم يا شباب وأشكركم أنكم دخلتم معنا في السيشن الأخيرة من الترينيب كورس السايبر سيكيورتي بيزيكس أند رولز طبعاً في المرات السابقة إحنا درسنا بعض الحاجات الأساسية في مجال السيكيورتي اتكلمنا عن تعريفات السيكيورتي اتكلمنا عن البرينسبل ستعدى السيكيورتي ككونفيدنشناليتي وإنبيجريتي وأفليابيليتي اتكلمنا عن أهمية الأكسس كونترولز وإزاي أنك أنت لازم تعمل عملية الأثنتيكيشن والأثوريزيشن لأي سيرفز أنت تدخل عليها كماناً اتكلمنا عن بعض الحاجات الأساسية اللي ممكن تمثل خطورة على الأسس بتاعتك زي الميلوير وقلنا الميلوير فيه منه أنواع كتيرة منها الفيروس، الورم، التروجين فورس، الرانسم، أتكس، كل الحاجات دي بتعتبر سوفتوير، اللي هو أنوانتد سوفتوير بيحاول أنه يعمل ضرر على الأسس بتاعتك كمان اتكلمنا عن بعض أنواع الأتاكس، وقلنا أن فيه أنواع كتيرة جداً من الأتاكس، اتكلمنا عن بعض الأتاكس دي ومنها زي الفيشنج، اللي هي حاجات زي السوشال انجينيرين، وكلمنا عن الاستنتاج الباسورد بتاعتك وقلنا كمان شرحنا بعض الحاجات الأساسية أنك إزاي تقتل تحمي نفسك في مجال الـ IT طبعاً يا شباب، برضو أننا أحب أذكركم أن كل الكلام اللي احنا بنقوله ده دي معلومات ومبدائية جداً لأنه طبعاً زي ما انت فاعلنا الكورس بتاعنا ده خطوة أساسية أو الخطوة الأولى عشان أحطكم على طريق السيكيورتي الخطوة الأولى عشان أحطكم على طريق السيكيورتي لو أنت في المجال وشايف أنك أنت المعلومات بنسبة لك وأنك أنت عايز تأخذ معلومات أكتر فطبعاً أنك أنت ممكن تدور في المعلومات اللي تكلمنا عنها يعني أنت لو عايز تتكلم عن الـ Access Controls، عن الميلويرز، عن الأتاكس، عن الـ Controls How to protect network كل الحاجات دي لو دخلت طبعاً على الإنترنت ودورت عليها هتلاقي أنه في مئات المعلومات ومئات الـ Websites اللي بتتكلم عليها والدورات التدريبية بجانب ذلك لو أنت عايز أنك أنت تتكلم معايا فيها وأنك أنت مثلاً تختار What will be the next step وأنه أنا انترست في الحاجات دي وعايز أكمل فيها فطبعاً أنا برحب أي حد منكم يا شباب أنه هو يتكلم معايا سواء كان عن إيميل أو على الـ WhatsApp وأنه هو يحكي لي السيناريو أو الرغبة بتاعته في إيه هي اللي عايز يعمله وأنا ممكن to advise him الخطوات الجاية في بعض الحاجات بتبقى محتاجة training courses في بعض الحاجات بتبقى محتاجة كراءات في بعض الحاجات محتاجة أنك أنت تعمل browsing و searching على الإنترنت مجال السيكيورتي كبير جداً 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 مجال السيكيورتي كبير جداً 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 يا شباب بس يمكن في حاجة عايزة أوضحها لكو ومش عارف هل هي مجالها دي صح والله غلط ولكن أنا أحب أن أقولها للناس اللي دخلت معايا في كورس ده السيكيورتي يا شباب من المجالات اللي هي ما بتنتهيش أبداً أو المجالات اللي هي very active طول العوج احنا في مجال الـ IT بنلاقي عندنا fashion fashion يعني ايه كلمة fashion fashion يعني موضة بتلاقي موضة كده تطلع موضة فجأة كده يعني مثلاً يمكن عشان سني كبير شوية لو قلتلكم في التسعينات اتكلمنا عن حاجة كانت اسمها Microsoft Windows Server دي كانت حاجة واو قوي ودي حاجة كانت جديدة والناس ما كانتش تهرفها ولو أنت قلت أن أنا عايز أرد سورتيفيكات زي الـ MCSE كانت حاجة كبيرة جداً وكانت بتعمل نقلة نوعية في المستقبلك وفي الراتب بتاعك بعد كده بدأنا نسمع عن حاجة اسمها Cisco وسمعنا عن سورتيفيكات كده كان اسمها CCNA في الوقت من الأوقات في حوالي كانت في سنة 2000 كده أو يمكن قبليها كمان وبرضو كانت حاجة واو وحاجة جميلة وحاجة كويسة بعد كده بقنا نسمع عن الـ Firewall بدأت نسمع عن السيكيورتي بدأت في مجالات كده بتيجي بس لو تلاحظ أن كل الحاجات اللي بقولوك عليها دي دلوقتي أنا شباب ما بقاش لها قيمة كبيرة قوي يعني احنا مثلاً لو تكلمنا من عشرين سنة أو خمسة وعشرين سنة لو انتو بمجال الـ IT كان فيه اللي هي Cisco Certificate اللي هي CCIE طبعاً الـ CCIE بتعتبر من الشهادات اللي كانت الرائعة نداً قوية جداً لأنه فيها متحان نظري ومتحان عملي وقوية جداً وكان اللي بيتشيف الـ CCIE دا حاجة كبيرة قوي الكلام دا يمكن نكمل خمسة وعشرين سنة أو عشرين سنة لكن دلوقتي although in CCIE respectable وقوية ولكن مش زي الأول مش زي الأول ما بقتش صعبة ليه؟ لأن بقى فيه ويبسايتز كتير بتجديك سامبز للامتحانات طبعاً الامتحانات النظري سهلة ما فيش فيها مشكلة يمكن بص الامتحان النظري بسهولة لكن الامتحانات العملي بقى فيه ويبسايتز على الانترنت يقولك حيجي لك التجربة كذا وتعمل كده وتجاوب بالطريقة دي وتدحلها بالطريقة دي وبقى فيه خطوات إن بيقولك إزاي تعملها فبالتالي ما بقتش لها القوة اللي هي كانت لها من عشرين أو تلاتين سنة طيب معنى كده إنه كل ما جاند في مجال الـ IT إنه هو بيبقى قوي وبعدين بيضعف كل حاجة بتبقى جديدة زي دلوقتي نقولك الـ AI والـ Machine Learning والـ Digital Transformation دلوقتي التلات حاجات دول من الحاجات القوية جداً اللي محتاجينها جداً في السوق ولكن في خلال تلات أربع سنين هتلاقي إن الحاجات دي كلها برضو بقت popular والناس بقت كتير فيها فبالتالي إنه ما بقتش حاجة مميزة قوي وزي ما إنت اتخلت وخدت سرتيفيكات غير اتخل واخد سرتيفيكات ودرسها وهو إلى آخر كل في مجال الـ IT تقريباً بنفس الوضع مع عدد مجال السيكورتي السيكورتي ما بيحصلش فيها أبداً إن هي بتبقى public أو إن هي بتبقى popular كده الناس فيها كتير ليه؟ لأن مجال السيكورتي فيه جديد كل يوم إنت لو أخدت حاجة يعني مثلاً الشباب اللي هو بنتكلم على CCIE في الـ Switching and Routing الـ CCIE Routing and Switching لو إنت أخدتها إنت ممكن تقعد بيها خمس سنين مفيش أي تعديلات بليفد أورناط يا شباب أنا أنا اشتغلت في النتورك بقى لي حوالي 32 أو 33 سنة يمكن أنا سبتها من سنة 2000 ولكن في الفترة اللي أنا اشتغلتها ما كانش فيه أي حاجة جديدة هو الكورس الأولاني الـ Switching الكورس الثاني الـ Routing الـ Routing Tables الـ Routing Protocols الـ EIGRB الحاجات دي كلها حتى دلوقتي بعد في التعديلات الجديدة اللي بنحصل عندنا بتلاقي إن التعديلات برضو بسيطة يقولك إن ده أنا أقدر أعمل Virtualization على الـ Switch على الـ Switch أقدر أعمل عليه أكتر من Routing Table وأكتر من VRF وما إلى آخره فبالتالي التعديلات بسيطة جداً يعني أنت ممكن تكون معاك CCI-E طاعد Valid معاك آآ آآ بدون أي معلومات إضافية أنت باحداكها لمدة سنة آآ آآ آسف في لمدة خمس سنين لكن في الـ IT Security لا الـ IT Security هتلاقي إن التعديلات بتتم كل يوم فعشان كده لازم إنك إنت تكون Up to date لازم إنك كل يوم بتكون بتذاكر كل يوم لازم بتقرأ كل يوم لازم تكون بتدخل امتحان أنا دلوقتي يا شباب سني ستة وخمسين سنة بالرغم من ذلك أنا عندي dedicated على الأقل one or one and a half hour every day إن أنا لازم أذاكرهم عشان أدخل امتحانات وcertificate يعني أنا دلوقتي عندي امتحان مع AC Council عشان تباصل الإجزام ده فإنت زي ما إنت شايف دلوقتي إنه إنت ممكن مجال السيكيورتي التقليدات اللي موجودة في ده هي اللي بتديك المجال إنت بتبقى مميز إزاي؟ إنت بتبقى مميز لما إنت تلاقي نفسك up to date up to date النهاردة في دلوقتي يعني مثلا يا شباب هقول لكم حين الـ AI والماشين لورنينج وهو إلى آخره اللي هي البيزيك بتاعت digital transformation أول ما نتكلم عن digital transformation تخيل للناس هتتكلم عن إيه؟ هيقول لك طب ستتنا دي حالة digital transformation بنتكلم عن كميات ده كبيرة جدا بالترى بعيد طب how to protect data دي على طول تلاقي إن أول ما تتكلم عن technology data هيقول لك security على طول هيقول لك security how to protect data العيب بتاع مجالنا مجال security حاجة واحدة يا شباب ودي حاجة قاطلة إيه هي؟ إنك إنت ما ينفعش تشتغل في مجال security إلا إذا كنت فاهم الحاجة كويس بمعنى how to protect something which you don't know about it يعني إيه؟ يعني أنا بقولك بمنطقة البساطة إنت دلوقتي عايز تحمي بيت عايز تحمي بيت في فيلا عندك فيلا وعايز تحميها فاكرين المثال اللي خدناه في الإجزامبل الأولانية طيب أنا هحميه زي فأنت لازم تاخد البيت ده وتحلله جزء جزء لازم تعرف فين هي النقاط الضعف اللي تسميناها weakness فين هي الحاجات اللي ممكن الهاكرز يدخلوا عليها مين هما الهاكرز اللي إحنا قلنا عليهم وإلى آخره لازم تفهمها كويساً فلما أجي أقولك طيب احمي أنا عايزك تحمي عشان محدش يسرق ديته عشان يديتها هقولك حلو قوي يبقى أنت لازم تفهم إيه ده؟ أفهم أيوة لازم تفهم تلاقي نفسك أنك أنت عشان تحمي حاجة لازم أنك تعرفها لازم تفهمها بتشتغل إزاي عايز أحمي الويندوز ده بالويندوز دي بتشتغل إزاي؟ والبرامج بتشتغل إزاي؟ والهاكر ممكن يدخل على الويندوز يعمل فيها ايه؟ أو الهاكر لو عايزة أحمي النتوك طب الهاكر ممكن يدخل على النتوك؟ يعمل عالان أيه يعمل عن النتوك ايه؟ ممكن يكاپشر الديتا، ممكن يحاول أنه يعمل عناليسس للديتا، ممكن يحاول إن هو يكاپشر الديتا عشان ي sniper يوصل إلى آه ان الناسawat غيروا ممكن إن هو يكون عايز يعمل لك أي هارم عن النتوك هو خلاص يعمل لك دنياير كل الكلام دو هلازم تكون فهم. فبالتالي ان اللي بيشتغل في مجال السيكيورتي بتبقى مشكلة كبيرة. عليه لوت جي بيه. عشان كده بنقول دايما ان محتاج انك انت تشتغل وتقرأ وتزاكر مسلا اه ساعة او صاعة ونصف اليوم. طيب. المميزات. المميزات بتاعتها يا شباب ان هي مجال اكتف. ما نقدرش نقول ان هو فاشن. لو انت واخدين بانكم يا شباب. لو انت وابتو ديت وبتشتغل بانتظام. انت الكويمة بتاعتك اللي موجودة في الماركت هتبقى الكويمة عالية. الكويمة العالية دي هتتمثل في حاجتين. الحاجة الاولى انك سهل او يتلاقي فقص عمل ان شاء الله. الحاجة التانية ان الدخل بتاعك هيبقى عالي. الدخل المادي بتاعك هيبقى عالي. ليه? لانه انك انت الناس البروفيشنال في مجال السيكيورتي قليلين. حقيقي قليلين. احنا لما بنعمل انترفيو للناس. انا ممكن يجيني مثلا في في جوب تايتل معين. آآ آآ عشرين آآ سيفي. عشان اعمل انترفيو ممكن جدا ملاقيش الا واحد او اتنين. بس. البقين كله لا مش كويسين. ليه? في مجال السيكيورتي مفيش احتمالية للغلط. يعني في مجال الناتورك فيه احتمالية للغلط. مش هقول احتمالية للغلط. ولكن الغلط اوكي. مقدود يعني ممكن نحله. يعني انا النهاردة بعمل الناتورك عملت الكوري سويتشز ووصلت عليها الاكسس سويتشز. بس للأسف هنا بشتغل آآ آآ ما عملتش الكوري سويتش صح. ولا بعمل اكون فيوش عملتها غلط وكده. فللأسف دي ما خدتش بالي منها اللي بعد مسلا صدت شهور ان الكوري سويتش مش شغال. فتنبهت اليها عملت الكونفيجوريشن. طب دي هتأثر على ايه? آآ مش هتأثر على حاجة. ايا مش هتأثر على حاجة. يمكن لو السويتش الاساسي وقع ان الدنيا هتوقع كلها. لغاية ما اتلبه ان انا عملت اللي السويتش غلط فعملوا الكونفيجوريشن. فقر رجعوا مرة هذه. لكن في في السيكوريتي ما عنديش احتمالية للغلط. ليه? لان لو كنت بتشتغل وبتعمل فايروول وجيت عملت الغلطة في ممكن جدا في اي هاكر يقدر يعمل للنترول بتاعتك وانه يقدر يدخل للنترول بتاعتك. وبالتالي انك انت كده في اللحظة دي يكون مهدد وانه يكون عندك مشكلة كبيرة وانه يكون ده خطر عنك. طيب. فبالتالي زي ما انا قلتلكو ان مجال السيكوريتي من المجالات الكويسة جدا. النهاردة انا هحاول اساعدكو في عملية. ازاي تفهم ايه مجال السيكوريتي وازاي انك انتها تختار من مجال من مجالات السيكوريتي كويسة. تختار مجال من مجالات السيكوريتي كويسة. بس غلون شباب انا عايز ابدأ بمثال دايما انا بحب ادي للشباب. لما كنا سنوي. والشباب وهم داخلين الكليات فواحد مسا يقول لك انا داخل كلية الهندسة, واحد دان يقول لك اندخل كلية الطب كل واحد داخل قال انت عايز تبقى ايه عايز ابقى دكتور عايز انت بتبقى ايه ابقى مهندس اوكي وبعدين انك انت بتكتشف بعد فترة ان بعد ما تدخل الكلية ان كلية الهندسة دي فيها حاجات كتير قوية ازاي ده فيها هندسة مدني وامارة وكمبيوتر وميليكيشن واباور وفيها تخصصات كتير وبينفعش قابلا تقول انك انت مهندس في كل الحاجات دي لا انت لازم حتدخل حاجة وتتخصص فيها لا ده ازاي تكون من الشعر بيت ده كمان تخصص داخل التخصص يعني انت ممكن تدخل جدا الكمبيوتر وتلاقي مسلا انك انت سوفت وير ولا في هارد وير ولا في اوتوماتيك كنترولز في حاجات كتير لما تتخرج تلاقي فعلا انه لازم انه يكون ليك مجال تخصص كذلك وليت الطب وانت صغير بتقول انا عايز ادخل ابقى دكتوري طيب دكتور ايه مش عادي حلو اوه دخلت الجامعة بدأت تفهم شوية بشوية 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 اتخرجت لقيت ان في حاجة اسمها تخصص عام بعد كده انك لازم تعمل وانك انت حتتخصص في مجال معين المجال ده ممكن يكون مجال مثلا طب النساء يكون جلدية يكون طب اعصاب عن سؤل فيها برضو مجالات كتير والغريب ان كل مجال من دول مايفهمش شغل التاني مايفهمش شغل التاني مع العيد انك انت اول ما بدأت انا عايزة اكون دكتور انت فاكر ان كلمة دكتور دي حاجة كده ستاندرد وتدخل بقيت دكتور في كل حاجة وبقيت تقدر تعمل كل حاجة في مجال السكيوري برضو يا شباب الكونسب ده موجود للأسف انه انا داخل مجال السكيوريتي فانا بعمل كل حاجة لا او مش بعمل كل حاجة ان مجال السكيوري ده تخصص كده انا بحمي تديد خلاص او بحمي الاسدس او بحمي الشركة لا هو مش كده لا مش كده ما ما قول لا دا احنا عندنا رولز كتيرة جدا في مجال سكيوريتي رول كلمة رول يا شباب يعني وظيفة يعني احنا عندنا وظيف كتير اวกبucker وكل وظيفة من دول لها ريس بونس بيلاتز معينة ريس بونس بيلاتز معينة لها مسؤوليات معينة لها معينة لها معينة يعني لازم اقولك اه انت والله انت رست فيه مجال تاخد الكورسات كذا. في مجال تاخد الكورسات كذا. في كرسات كذا. في تاخد كورسات كذا. فبالتالي انك انت بتلاقي انه كل الحاجات دي مختلفة. فلازم انك انت تعرف وتفهم ايه هي اللي موجودة عندك عشان تعرف تختار الحاجة اللي هي على هواك. الحاجة اللي انت بتحبها في ناس دي تقولك انا بحبش الجزء ده خالص ما بلاقيش تفس فيه ما ببقاش انتريسك وانا بشتغل فيه في ناس دي تقولك انا الحاجة دي بحبها قوي يعني مهما لقيت فيها من المشاكل بس بحب ان انا اشتغل فيها احيان هحاول النهاردة ان ننشي معاكم خطوة خطوة عشان نعجفكم ايه هي الروز الاساسية انا جمعت لكم حوالي خمسة او ستة رولز اساسية عشان تفهم ايه هي الحاجات اللي موجودة وهل انت انتريسك فيها ولا وانك انت تقدر تشتغل عليها ازاي اول حاجة هنبدأ عليها شباب دلوقتي ان شاء الله ان احنا نشوف مجموعة الروز اللي موجودة عندنا دي اول حاجة اللي هي من الحاجات اللي مشهورة جدا والمعروفة جدا اللي هي السيكيورتي انجينيرز طبعا هو بصي حباب يعني فيه هنا تحريفات كتير وفيه حاجات كتيرة بس انا هحاول ان انا اقول لكم الفكرة اللي عندنا لان هو هنا سيكيورتي هنا فيه ممكن تسميها سيكيورتي انجينير وعندنا حاجة اسمها سيكيورتي اركتكتو فيه حاجة عندنا اسمها سيكيورتي اناليست وحاجات كتيرة كل حاجة وصيفة بس انا متعايز ادخلكوا في طاق ويدات ملهاش احتياج دلوقتي لما تبدأ تنخصص يبقى الله أني سترى عودة إيه اللي انت هتكونne interested فيه بس ايه هو سيكيورتي انجينير السيكيورتي انجينير ده يا شباب هو اللي مسئول ان يعمل ديزاين لي السيكيورتي كونترولز أو الحاجات اللي هي بتحمي الشبكة او بتحمي الاسدس بتاعتك يعني السكورتي انجينير هو مسؤول انه يعرف اول حاجة ايه هي الاسدس المهمة اللي مابودة في الشركة عندك ايه هي الاسدس اللي مابودة عندك في الشركة الاسدس دي ممكن تكون information ممكن تكون network ممكن تكون servers ممكن تكون storage ممكن تكون applications ممكن تكون end user devices تمام عرفت دي. ازاي احمي الحاجات دي. فيبدأ يقولك انا لو عايز احمي النتورك بتاعتي فانا لازم ان انا اعمل على الترافيك واعمل الترافيك يكون انكريبتت. يبقى الترافيك بيمشيش في النتورك وهو مثلا كلير تيكس. ليه? لان الترافيك لو هو انكريبتت وفيه اي حتى عمل كابشر للترافيك دوة مش هنشوف حاجة. هيلاقيه انكريبتت ومشفر وملوش اي قيمة. فهو بالتالي هنا قالك اول حاجة احنا محتاجينها ان احنا نشفر الترافيك اللي موجود على النتورك. فالناس قاعدت تفكر طب انا هعملو ازاي ده? قالك مسلا سيسكو قالت ايه? احنا عندنا بتاعتنا بعض السويتشات بتاعتنا بتقدر تعمل على الترافيك. ممتاز. يبقى هو معنا كده ان دوة معنا كده انه هو لازم يروح للسويتشات دي ويشوف المواصفات بتاعت وهل هي هتحقق الهدف بتاعه ولا لأ? وازا ما كانتش هتحقق الهدف بتاعه وهل يقدر يجيب بروضك تاني ويحطه في النتور بشارة انه هو يقدر يعمل ولا لأ? له الحاجة الاولى. يبقى هو اول حاجة هنا لما لقى انه محتاج ان يعمل على النتور. طيب. قالك عندنا كمان في سيرفرز. السيرفرز دي عليها بتاعتنا ودي اللي بيتوصل عليها اليوزر. دي حاجة مهمة جدا للشغل بتاعنا. قالك طب انا عايز احميها. لأ ده انا مش عايز اي آآ هاكر يجي يدخل عليها. فقالك طب كويس قوي انا اول حاجة عشان احميها اعمل ايه? اعمل لها اكسس كونترول. انتو فاكرين يا يا شباب لما قلنا ايه هو الاكسس كونترول اللي سميناها ايه 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 الاخاونتين. عشان اشوف اي حد داخل اتأكد هل هو فعلا اه حقيقي هو اليوزر ولا لأ? وهل هو انه يعمل اكسس السيرفر ده ولا لأ? طيب كمان اه 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 ايه رأيكو لو ونحط له آآ على الجهاز عشان احميه. احميه من ومن وكل الكلام ده ومن فبالتالي ان انا حطت له البرامج اللي هي اقدر آآ تحميه. كمان ممكن اقول له طيب السيرفر ده ممكن عليه يكون عليه ديتا كريتكال. ايوه ممكن يكون عليه ديتا مهمة او يكشف الجواية تبقى وحاجات زي كده. المكتب كويس جدا. ايه رأيك لو عمله انكريبشن? يعني انت عملت انكريبشن هنا على ليبل النيتوك انا هعمل انكريبشن هنا على ليبل السيرفرز. يبقى معنى كده دي ان هي اننا فاكرين في اول يوم خالص لما درست حاجة اسمها defense in depth. لما قلنا ان هي multiple layers of protection. multiple layers of protection. لو الهاكر قدر ان هو to bypass الحاجة الاولى حيلاقي التانية ولو التانية حيلاقي التالتة لو التالت حيلاقي الرابعة وكل ده بتدي فرصة للadministrator انه او للاجهزة انها تدي warning وتعرفوا ان في مشكلة بتحصل فبالتالي ان هو ممكن يوقف الattacks دي كلها. طيب. الحاجات دي كلها زي ما انت شايف كده ان هو ده security engineer هو المسؤول عنها. هو المسؤول عن انه يعمل كل controls والprotection دي. ممكن تقول طيب ايه رأيك لو هو عايز كمان اليوزر ده يعمل protection ليه ال end user machine اللي هي ال disktops والنضب. هيعمل لها ايه? عشان يقدر يحميها برضو. هيحط لها anti malware. ممكن يحط لها encryption لو كان عليها تيتا مهمة. ممكن كمان ان هو يعمل لها monitoring لو فيه اي hacking tools عليها and so on. فبالتالي ان security engineer هو ده الشخص اللي بيعمل design. هو ده اللي بيعمل design بتاعة ال network. او security controls. بيعمل design بتاعة security controls عشان يضمن ان ال assets تكون protected وتكون سليم. طبعا الراجل ده زي ما انت شايف كده لازم يكون عنده فكرة على الحاجات كتير جدا. لازم يكون عنده فكرة على الحاجات كتير جدا. ايه هي الحاجات دي. لازم يكون عنده فكرة عن ال network. عشان كده ان اي حد يا شباب اللي بيشتغل في مجال ال network. وعايز ينتقل لل security دي بتبقى حاجة كويسة. لان هو بيبقى فاهم ال switches. فاهم ال routers. فاهم يعني ايه routing table. فاهم يعني ايه routing protocols. فاهم يعني ايه VRF. فاهم كل الحاجات دي. فكل الحاجات دي بتكون بيزيكس كويسة عشان هو يقدر يبني عليها. security information الجديدة اللي هو عايز يكتسبها. لازم يكون فاهم ال operating systems. لان اي سيرفر او جهاز عايز تشغله لازم يكون عليه operating system. ولازم احمي انا اه 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 الاجهزة او السيرفرز ال operating system. لازم احمي الحاجات دي كويسة. لان لو محمدش operating system. ممكن ال hacker زي ما نيجي نقول ال windows فيها مشكلة. انت لو تاخد بالك انك انت في background الجهاز بتاعك اللي في البيت. بينزل كل يوم عشرات ال patches بينزلها على الجهاز ويخزنها automatic. بيعملها update. ليه? لان كل دي bugs. مايكروسوفت بتكتشف عشرات ال bugs. فهي بتصلحها وتعمل بوش لل patches ديه في background عشان يعمل لك update للجهاز. ويحمي الجهاز من الحاجات دي كلها. طيب. اه لازم انه يكون فاهم ال applications. طبعا هو مش لازل يكون فاهم ال applications بيشتغل ازاي وكلام من ده. لكن فاهم البرنامج ازاي حيتحط على server واليوزر عشان يوصل عليه. محتاج ايه components بتاعته. ومحتاج ايه servers. ومحتاج web server ولا لا. حاجات زي كده. components الاساسية بتاعته. ليه? لانه برضو he want to protect ازاي يعامل protection للسيرفر دو. فمحتاج انه يعرف كمان حاجة زي السيرفرز. بحتاج يعرف اي appliances تانية. في حاجات اجهاء طبعا في مش عايز اقول مئات. اقول عشرات ال devices التانية اللي موجودة في النتورك. اللي ممكن تمثل فرصة جميلة جدا لأي hacker انه يقدر يعمل عليها penetration ويدخل على النتورك بتاعتك. فبالتالي ان ده security engineer هنا لازم يكون فاهم كل ال equipment دي عشان يقدر يحمي النتورك ويقدر يحمي ال assets بتاعتك عشان ان الشركة to be able to achieve goals والobjectives وما يكونش فيها اي مشاكل بتحصل عنك. تمام? طيب. ده كانت الحاجة الاولانية اللي هي مين? اللي هي security engineer. طيب. نفترض يا شباب بقى ان security engineer هنا قدر يعمل الدزاين التالي. قال لك انا النتورك بتاعتي بتاعت الشركة هتكون كالتالي. عندي هنا مثلا قادي الانترنت اهيه. هحط هنا في عندي هنا روتر. هحط هنا الفايروول الاولانية. واعمل هنا الفايروول التانية. يبقى المنطقة دي هي المنطقة دي امزي. وبعدين ادخل احط اه ديتا سنتر فايروول. واحط عليها ملتبل زونز. مسلا هنا نقول عليها السيرفورز. هنا نحط مسلا ال اه بسوطيفر بقى اي حاجة. اه الويب كلام من ده. ده الحاجات اللي موجودة عندي. وده ال design اللي security engineer عامل. زي ما انت شايف كده يا شباب ان انت عندك هنا ثلاثة فايروول. ادي واحد ادي اتنين ادي تلاتة. ممكن يكون كمان عندك هنا اه اي بي اس. وهنا كمان عندك اي بي اس. فبالتالي ان عدد الاي بي اس هنا ادي واحد ادي اتنين. ممكن كمان يكون عندك مسلا في بي ان ان هو بيعمل اه اه انكريبشن. لو في اي يوزر عايز يدخل. فبيدخل كده 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 كده. فيه هنا مثلا اا vbn اا اا بيعمل انكريبشن عشان اليوزر يقدر يدخل على النتورك وتكون ااا ا وتكون الديتا انكريبتد. فبالتالي محدش يقدر يقرأ الكلام ده. طيب. الكلام ده كله كده كويس. السيكيوريتي انجينير شكرا لي عمل الاكسرصايز وكان اكسرصايز جميل وعمل لنا بس في حاجة يا شباب مهمة جدا لازم تفهمها. ايه هي? ان السيكيوريتي مش الانشيال ديزاين. لا. الانشيال ديزاين مهم. مهم جدا. بس انت ممكن تصرف ملايين عالدزاين بتاعك مبدأي وتحط بالملايين. ولكن ان لو مفيش حد يقدر ان يعمل ويقرأ بتاعت الاجهزة دي ويعرف ايه اللي بيحصل على دي. يعني ايه? يعني انت دلوقتي نفترض ان فيه شباب عندك انت هاكر هنا. اهو. الهاكر ده قاعد هنا اهو. وقاعد بيحاول يدخل من الانترنت ويدخل على بتاعتك هنا. طبعا هو بيعملها بمنتهى الهدوب. لان هو لو عمل عملها الناس خدت بالها ان فيه حد بيدخل حيفصلوه ويوقفوه. طيب. هل فيه اي حد من الاجهزة دي بتاخد بالها ان فيه حد غريب دخل ايوان. الفايرولد دية. والفايرولد دية. والاي بي اس ده. والاي بي اس ده. الكنكش العدة من عليه. ممكن جدا ياخد باله. ممكن ما يعرفش النتاق اتاك. ممكن ما يعرفش النتاق اتاك. بس يقول لك فيه حاجة غريبة. زي ايه? هقول لكم. لما تكون احد في الشركة فيها مثلا الف موظف. وتلاقي ان جايلك الف ايميل للموظفين كلهم بالسيم اتاتشمنت. سيم اتاتشمنت. دي مش غريبة شوية? دي مش غريبة? تقول لي لا مش غريبة. لان هي ممكن تكون مثلا اعلان. هقول لك اه اعلان. حد بعد اعلان مثلا عن شركة او كلام من ده. طب ما ده اعلان ده بيعتبر ايه? يعتبر سبام. الاسبام ده هو الايميل اللي انت بتاع الدعاية وكلام من ده. واحنا ما بنحبش الايميل بتاع الدعاية والحاجات اللي زي ايه دي ليه? لان هي بتشغل الباند ويتس وبتستهلك ريسورسز. وفي الاخر الحاجات انا مش عايز اعرف عنها. ايه? ايه? ايه يجي يقول لك اه اه انحق قبل ما ينتهي الكمية ده فيه برو درط رائع وعليه خاص بستين في المية وحاجات زي كده. فبالتالي انك انت دلوقتي الجهاز الاي بي اس او الفايرول ما شافش اه اه اتاك معين. بس شايف بيهيفيور غريب. في بيهيفيور غريب. ايه هو البيهيفيور غريب? ايه حجاية الالف ايميل اللي لهم اه 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 اتاتش من دي. فمفروض ان فيه شخص هنا يقرأ الحاجات دي. يقرأ اللوكز دي ويشوفها. طبعا هو مش هياخد اللوكز ويقراها. لا ده فيه ابليكيشنز بيتجمع اللوكز دي ويقرأها. طيب. مين الشخص ده بقى? الشخص ده الشباب دي الوظيفة التانية. دي الوظيفة التانية. اللي هو اسمه سيكيورتي ادمينستريتر. اللي هو سيكيورتي ادمين. السيكيورتي ادمين هو مسؤول عن تجريل السيكيورتي كونترولز والتأكد ان هي خالية من اي مشاكل او اي محاولات هاكينج. او اي محاولات هاكينج. طب افترض انه راجل ده بيعملش الشغل بتاعه كويس. طب افترض انه اسمه سيكيورتي ادمينستريتر. وهو مش شاطر。 ما عرفش يعمل اي حاجة. مش عارف يجعل ولا مش فهم السيكيورتي كويس وحاجات زي كده. ايه اللي بيحصل? انا هقول لكم يا شفاب ايه اللي بيحصل? انا هقول لكم يا شباب هنا. ايه اللي بيحصل? لو انت سيكيورتي ادمينستريتر. مش شاطر ايه اللي بيحصل عندك في حالة زي دي? هتفاجئ ان في حاجة غريبة جدا. ودي حصلت بعض الكيسس العملية اللي حصلت معنا. كلها من الشركات يا شباب من الشركات الكبيرة قوي كان عندها النتوك بتاعتها والكنترولز بتاعتها وكل حاجة. روحنا قلنا لهم تعالوا يا جماعة الخير احنا آآ معانا جهاز كده بنحطه على النتوك وبنعرف ايه الوضع بتاعت النتوك بتاعتها وهل هي آآ سيكيور ولا لا. فالسيكيورتي قال لي احنا عندنا احسن آآ سيكيورتي كنترولز والشبكة كلفتنا خمس تلاف آآ آآ خمسة مليون آآ ريال وعملنا كنترولز وحاجات زي كده. طيب الجهاز اللي انا بقولك عليه ده هيشوف هل انت آآ آآ النتوك بتاعتك كويسة ولا لأ وهيقدر يساعتك وتقدر تقول الكلام ده هو للمانيجب انت عندك وانك انت عندك سيديوشن كويس وهو الى اخير. الراجل اقتنع وحطينا الجهاز ده في النتوك. زي ما انتو شايفين هنا يا شباب انه آآ في في الدزاين خلينا اقسمه لكم مرة تانية ان انت عندك هنا الانترنت عندك هنا زي ما اتفقنا الروتر هنا الفايروول الاولانية عندك هنا الفايروول التانية وبعد كده عندك ال آآ آآ داخل النتوك بقى الديدا سنتر الفايروول ديدا سنتر. ونقول هنا ان في الاجهزة هنا الاجهزة بتاعت اليوزرز. اللي حاصل ان ممكن يكون في عندك الحاكر هنا والحاكر ده دخلت حتى اي مرامج زي ان انا قلت لكم عليها فيروزز او وورمز او حاجة زي كده وان الاجهزة والحاجات دي بتجمع الديدا وهي بتبعتها للي هو بعد كده. لما احنا حطينا الجهاز بتاعنا لما حطينا الجهاز بتاعنا اللي انا قلت لكم عليه ده للأدمنستريتور ده هنا وقلنا له ان الجهاز ده هو ده اللي هيكتشف كل حاجة. والله يا شباب لو تكتشفوا عدد السيشنز اللي كانت مفتوحة هنا من الاجهزة دي عشان تبعت ديتا كانت مئات السيشنز. يعني كان كأن الاجهزة دي ما بتشتغلش. كأن الاجهزة دي ما بتعملش اي حاجة وانه هو الهاكر قدر يدخل على النتور جوه ويزرع البرامج بتاعته سواء كانت وورم او فيروس او واتفر وانه ياخد الحاجات وهي الحاجات دي تروح على الاجهزة وتجمع المعلومات وداخد المعلومات وتطلع بيها بجا وتوديها الهاكر. طب الاجهزة دي كانت بتعمل ايه? يعني انها ما عملتش اي حاجة. ليه? الاجهزة دي يا شباب في الاخر اضامين. الاجهزة دي ما لهاش اي قيمة. ضامين. بتعمل فاكشن معينة. هي مش فاهمة ان ده فيروس ولا ده ومش فاهمة حاجة. طب ما انت دور مين? ده دور السيكيورتي ده دور السيكيورتي ادمين. السيكيورتي ادمين بيدخل على الجهاز ده. او ده. وهي يقول ايه? في اي بي ادرس غريب دخل. وهي آآ مثلا عمل لحاجة. ليه? الجهاز ده كان يقل لي عمله والغريب انه ما عملوش على جهاز واحد. عملو على اكتر من جهاز. انه هو لما هيقرأ اللوج هيقرأ اللوج بتاع الفايرول دي وبتاع الفايرول دي وبتاع الفايرول دي وبتاع الاجهزة دي. من اللوجز دي كلها هيكتشف ان فيه حاجة ما بينهم. ان في برنامج او مجموعة برامج نزلت على مجموعة اجهزة. طب ودي كان معناها ايه? معناها ان انت عندك هنا عنتك هنا الترابل. الترابل دي جاية من فان? جاية من مجموعة برامج نزلت بقت بتجمع جديدة. فلو ده شاطر وادر اكتشف النقطة دي وان لا استنى استنى. في حاجة هنا غريبة. يبدأ يدور عليها. آآ ده في هنا ده دخل علينا وورم هنا. الورم ده عمال الجمعة دي ده. فهو يدخل بقى ويشغل الانتي ميلوير وعمل لها او يكلم الفندر ويقول له دي في عندي وورم احنا ما نعرفش عنها. فيبدأ هوم الفندر يشتغل فيها معاه ويعملوا لها آآ ميلوير ويكتشفوها ويوقفوها على النتوك. هنا يبقى سيكيورتي ادمينستريتور شاطري. هنا سيكيورتي ادمينستريتور يطر يعمل الاكسرسايز كويس. انا دايما يا شباب بقول مثال مهم جدا. ممكن يكون عندي اكوبمنز رائعة. احسن اجهزة سيكيورتي في الدنيا موجودة في النتوك. ولكن ملهاش قيمة لو سيكيورتي ادمينستريتور بتاعي ضعيف. او ما عندوش فكرة عن معنى وهو متعلم كويس وعارف هو بيعمل ايه. فبالتالي ان دي الجوب التانية اللي هي مهمة جدا 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 وهو دي آآ 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 لازم ان هي يكون السيكيورتي ادمينستريتور بتاعي فاهم كويس جدا هو بيعمل ايه? عشان يقدر يحمي الشركة او بتاعتي. دي كانت الوظيفة التانية. طيب. يبقى احنا عندنا دلوقتي كم وظيفة يا شباب? عندنا اول حاجة سيكيورتي انجينير. راخبتني انا عندنا سيكيورتي ادمينستريتور. في حاجة كمان يا شباب اسمها انستانت ريسبوندر يعني ايه? دي برضو وظيفة تانية. ده اللي هو بيعملين. بص يا شباب. مهما كنت عندك كنترولز رائعة. وسيكيورتي ابليانسز رائعة. وادمينستريتور روفيشنال. وكل الكلام ده لكن برضو هيحصل انستانت وهتحصل اتاكس. ايه ده? يعني انا عندي اجهزة صرف عليها ملايين. وعندي سيكيورتي ادمينستريتور شاطر. وفاهم هو بيعمل ايه? وبرضو هيجيلي انستانس? ايوة. هيجيلك انستانس. وهيجيلك اتاكس. عشان كده يا شباب اي حد لما بنيجي نقول النتور بتاعتك 100% protected. نقول كذاب. مفيش اي حد بيقول 100% protected. ليه? في حاجة اسمها يا يا شباب zero day attack. ايه هو zero day attack ده? zero day attack ده يا شباب بيبقى في بوج في اي حاجة. في في اي حاجة. في في اي حاجة. البوج دي مش معروفة. محدش يعرفها. طب ازاي? حتى الفندر? اه طبعا حتى الفندر. لو كان يعرفها كان عمل لها باتش. لكن ده في الاخر سواء كنت حتى بتتكلم على الهاردوير. ما الهاردوير ايه? هو انت لما بتجيب سويتش. هو حتة السويتش حتة الحديدة دي. هو بيتشتغل. هي بتاع الحتة الحديدة تشتغل. طبعا لا. عليها اللي بنسميه احنا في سيسكو بسلا اا اي او اس. او بنسميه في قبل اي او اس برضو. فالا اا ده operating system. يعني by the end of the day هو بقى عن برنامج برضو. بوقي يكون فيها بقى. بوقي يكون فيها مشكلة في البرمجة. الماليفاتشرا ما كانش يعرف عنه. ما عارفش عنه. بالمصادفة او بطريق غير مباشر. في حد عارف البرج دي. في حد عارف البرج دي. ففيه عندك هاكر عارف البرج. ممكن يحاول اا انا دلوقتي في الويندوز سيرفر اكتشفت برج معينة. لسه بحدش يعرف عنها حاجة والماليفاكشرا ما عارفوش عنها حاجة وهو الى اخيره. طب ما انا حاول استغل البرج دي واعمل اتاك للناتون. غالبا الهاكرز لما بيعمل الكلام دي يقول لك انا قدرت ادخل واعمل هاكينج على ناسا. انا ضربت ناسا او ضربت البنك الفلاني او ضربت وزارة الدفاع او. and so on. والسبعة قدام المجتمع. طيب. اللي بيحصل ان نتيجة الاتاك دي بياخدوا بلهم ان في برج معينة. الشركات تبدأ. المانيفاكشور يبدأ ويدرسوا الاتاك دوة. يعرفوا ايه هو الاتاك. يعملوا له باتش ويعاملوا التعديلات عالية. فبالتالي انك حتى لو انت شركتك احصل حاجة في الدنيا. الزيو دي اتاكت انت مطيطبش تحمي نفسك منه. ليه مطيطبش تحمي نفسك منه? عشان انك انت دلوقتي اتاك دا لسه مش معروف. مفيش اي من بتوقفه وانسوقه. بالوقتي الكلام يمكن اختلف شوية في المجال بقى المشين ليرنينج والاي اي. هو مش هيعرف الاتاك. هو مش هيعرف الاتاك. خليه اقول له هالكم حاجة كده الشباب مثال. حاجة اعجب لكم عليها. نفترض ان انا مثلا وآآ عمر آآ بنهزر وبنلعب مع بعض. فانا بحاول عمر واقف قدام. واقف هو واقف قدام اهو. وانا جاي من وراه. هو مش واخد باله ان انا جاي وراه. مش واخد باله ان انا جاي وراه. بس انا بحاول اهزر معاه او كده. وجيت واحتعامل كاني هضربه على ظهره. كده. ضرب جامل كده. انا مضربتوش. ولكن عمر حس ان فيه حاجة زي طيار هوا غريبة كده نتيجة حرجة ايه دي. ففهم ان فيه حاجة بتتم وراه غلط. فبحبصص بسرعة وراه. لقاني انا وراه وان انا كنت لسا بحاول ان انا ايه اضرب. هو عمر ما كانش يعرف ان اوسامة جاي من وراه. زي بالضبط. السيكورتي ادمنستريتور ما عارفش ان الهاكر داخل عن نتور. لكن نتيجة الاكشن اللي عمل اوسامة ان هو كان بيحاول يضرب عمر على ظهره في عمل طيار الهوا. عمر استنتج ان فيه حاجة غلط بتحصل. فانما بصوا لا اوسامة بيحاول يهزر معاه ويعمله كده راح متدور وبدأ يدافع عن نفسه. وده بالضبط اللي بيحصل مع السيكورتي ادمنستريتور. السيكورتي ادمنستريتور ممكن ما يكونش عارف ان فيه فيروس او ما يكون فيه عارف ورن او فيه بج لسه مكتشفتش. بس الهاكر لما اكتشف حاجة زي دي وحاول ان هو يستغل لها. ايه اللي بيحصل? اللي بيحصل ان هو بيسيب وراه حاجة اسمها فود برينتينج. فود برينتينج ديه اللي هي زي خطوات او الاثار بتاعته. انا دلوقتي معايا برنامج معينة عايزة ادخل بيه. فهيكتشف انه الادمنستريتور ان فيه البرنامج دخل على ان الوركستيشن دي عضيته قالت له ان البرنامج اه اتعمله اه يعني زي ما هقول لك حاجة يا شباب. انت ممكن تكون النهاردة اه مسلا اه 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 يحيا النهاردة معا اه عنده اكاونت يحيا عنده البنك اكاونت بتاعه وهو عامل كل وعمل والباسورد واعمل بتجيله على الموبايل بتاعه. طيب. طبعا? حاجة حلوة جدا وهو عامل حلوة للاكاونت بتاعه. طيب. فجأة وهو قاعد كده يا شباب. لأ جات له اس ام اس بتقوله ان الباسورد عشان تعمل لوجن على الاكاونت بتاعك بتاع البنك. طبعا هو اتخض. ايه ازاي? انا ببعملش روجن على الاكاونت بتاعي. ما معرفش? فيه هاكر بيحاول يدخل عليه. فبالتالي ان يحيا ما كانش يعرف ان فيه هاكر. بس هو عارف امتى? لما شاف بتاع الجهاز. لما شاف بتاع الاتاك. لما شاف بتاع الاتاك. فهو لما شاف بتاع الاتاك فهم انه فيه اتاك بيحصل على الجهاز بتاعه او على الاكاونت بتاعه. يبقى هو ما كانش يعرف ان فيه اتاك بس النتيجة انه فيه اكشن معين انه حصل اتاك. يفهم انه فيه اتاك. فبالتالي بقى انه هو مفروض يتصل بالبنك بسرعة اوقفوا الاكاونت في حد بيحاول يدخل مش انا انسو انا. طيب. يبقى زي ما اتفقنا انك انت راضيت او لم ترضى يحصل لك اتاك او يحصل لك انسدنت او حاجة زي كان. طيب لما يحصل انسدنت اعمل ايه? دي الدور بتاع الانسدنت هاندلر. ان لما يحصل اتاك عنده خطوات معينة مفروض يعملها. لو اول ما اكتشف ان فيه اتاك حصل على النتورك. ده فيه برامج يا شباب داخل ده فيه حد داخل. احط خمس ست برامج على الاجهزة والسيرفلز. عندهم معينة. احاول ادخل على الاجهزة. احاول اشيل البرامج. احاول اشوف هل البرامج دي تحطت على الاجهزة تانية ولا لا. ايه الخطوات اللي انا مفروض اعملها عشان اضمن ان الاكتاك ما يحصلش مرة تانية. ازاي اقدر اعمل الكنترولز. اعرف ايه هي الابي ادرسز اللي جاي منها. فبالتالي اعمل كنترول على الفايروولز وعلى السيكورتي ابليانسز اللي عندي. ان انا اوقف الاتاكس دي مرة تانية. او اوقف البرامج. او اقول ان اي اتاك جايب اي اتاك منت ليه الاسم الفلاني اللي هو اسم البرامج ده. وقفه انسوا. فبالتالي انك انت تقدر كده انك تحمي النتورك بتاعتك. انك تقدر تحمي النتورك بتاعتك. فالانستانت رسبوندر هو ده الشخص اللي هو. لما بتحصل اتاك هم دول الابطال. دول السوبرمان اللي بيطلع يقولك انا هحاول للكيس بتاعتك دي. واقلل الاتاكس اللي موجودة. اقلل الافكت او البيت افكت اللي موجود عندك. اقلل البيت افكت اللي موجود اه اه على النتورك بتاعتك. طيب. ده كان الانستانت هندلر. ده كان الانستانت هندلر. عندنا كمان يا شباب وظيفة تانية مهمة قوي. ايه الوظيفة في مجال السيكيورتي المهمة قوي دي. اسمها بنتريشان تستر. بيعمل ايه? بصوا يا شباب. البنتريشان تستر ده بمنطقة البساطة بحاجة بسيطة قوي. اقول لكم عليها. البنتريشان تستر ده هو عبارة عن اه الشغل. ممكن يكون شخص او ممكن يكون تيم. ممكن يكون شخص او ممكن يكون تيم بيعمل الاكسرسايز ده. ان بيعمل سيميوليشان للحاكر. لو ارى فيه حاكر بيحاول يدخل عنده. بيعمل ايه? بيحاول يزرع بيحاول يزرع آآ فيروس. بيحاول انه يجمع العنوات. بيحاول يعرف ايه الاجهزة المهمة عندك. بيحاول يعرف ايه بتاعتها. بيحاول يعرف ايه الموجودة عليها. بيحاول انه يعمل عليها اتاك انسوا. البنتريشان تستر هو اللي غالبا بيسموه. عارفين يا شباب الكلمة اللي هي اسمها اسكال هاكينج. هو يعني اسكال هاكينج. هو في اسكال هاكينج ونان اسكال هاكينج. طبعا. الان اسكال هاكينج اللي هو الهاكر اللي بيحاول يوقع النتوق البتاعتك. الاسكل هاكينج اسكل يعني اخلاقي. ده راجل اخلاق وبيحاول يشوف ايه نقاط الضغف اللي عندك وبيقول لك عليها عشان يحمي النتوق البتاعتك. طبعا دي ناس انت بتجيبهم شركات بتدفع لهم فلوس عشان يعملوا الاتاك ده او ممكن يكون ده حتى عندك انت بتاعك بيعمل لك ده. ده بيحاول انه يعمل سيميوليشن للاتاكس بتاع الهاكر. زي الهاكر بيحاول يدخل على النتوق ازاي? بيحاول يدخل عليها بالخطوات دلدية. هو بيحاول يعمل الخطوات دي عشان يتأكد هل النتوق عندك انت بروتكتت ولا لأ. بروتكتت ولا. فهو لو بيحاول ان يعمل سيميوليشن او يقلت الهاكر. فهو لو بيقلت الهاكر. فبيقول لك اه خلي بالك انا حاولت ان اعمل لوجين على النتوق بتاعتك وقدرت ادخل لان لقيت ان السويتش بتاعك ان الديفولت باسورت سايبها هي هي كلمة باسورت. فانا دخلت على السويتش. قال لي الباسورت قلت له باسورت اللي هي التفولت انت مغيرتش التفولت فقدرت اقدر اعمل لوجين. دي لازم تغيرها وتغير الباسورت تعملها مثلا باسورت قوية. قدش يقدر يدخل عليها او يعمل عليها بالنجلش. انت سوء. فبالتالي دي كمان وظيفة من الوظائف اللي موجودة عندنا في مجال السيكيوري. زي ما انتم شايفين يا شباب ان كل وظيفة لها حاجة معينة. كل وظيفة بتشتغل فيها حاجة اه مختلفة خالص. عندك كمان الابليكيشن. اه سيكيوريتي. اه بروفيشنل. احنا قلنا هنا عندك السيكيوريتي انجينير. السيكيوريتي انجينير غالبا بيبقى بيشتغل في مجال الهاردوير. الهاردوير. النتورك. الابليانس. الحاجات اللي زي كده. لكن لما نيجي بقى نتكلم على الويب سايدز. عن الابليكيشن. عن الديتابيزز. البروجرامينج لانجوشز. كل الحاجات دي مين اللي بيبقى مسؤول عن حماية الحاجات دي. الابليكيشن سيكيوريتي. الناس اللي هو بتبقى فاهمة الابليكيشن شغالة ازاي? عشان بتقدر تحميها. فده بيشتغل على الناتوركز. والابليانسز دول بيشتغلوا على الابليكيشن والسيرفز والديدابيزز والبروجرامينج لانجوشز. وكل الحاجات اللي ريليتت للسوفتوير. في كمان وظيفة تانية اللي اسمها ريسك اسيسمنت. ايه هو ريسك اسيسمنت ده? ريسك اسيسمنت ده يا شباب لما انت مسلا دي خلينا ديك مثال. انت دلوقتي مسلا عايز تروح تسافر اجازة سنوية. افكرت والله انا نفسي اسافر اروح مسلا توركيا او ماليزيا او امريكا او اي حاجة كده. بس قلت دفع فيه بس فيه مشاكل يا شباب يعني المشاكل ممكن انك انت لما اتروح توركيا انه مثلا معروفين انه هما فيه ناس كتير قوي بيشتكوا انه فيه عملية نص بتحصل وبيتحكوا على الناس. كمان قالك ده فيه مشكلة تانية. ان اللغة ان هما ما بيعرفوش العربي ولا انجليزي. فبالتالي ان انت حتتكلم معهم ازاي. مشكلة كمان انك انت ما معكش فلوس كافية. ممكن الفلوس بتاعتك تخلص. فانت هنا بتقول ايه هي المشاكل اللي ممكن تواجهني. جبت كل مشاكل اللي ممكن تواجهك. اول حاجة انه ممكن يتحكوا عليك. الحاجة التانية انك ما تفهمش اللغة بتاعتهم. الحاجة التالتة ان الفلوس بتاعتك تخلص. فتيجي تقول خلاص انا عرفت المشاكل دي طب تعالى بقى الفلوس بتاعتي تخلص ايه رأيك ان يكون معايا كريدت كارد فالكريدت كارد دوة حتى لو الفلوس بتاعتي خلصت انا استخدم الكريدت كارد مؤقتا لغاية ما ارجع من الاجازة واقدر ان انا اقصت الفلوس بتاعت الكريدت كارد دي طيب كوي سيبقى انت حلت مشكلة كده طب عملية اللغة انتك مش فهمهم لهم بيكلموا عربي ولا انجليز بيكلموا توركي بس طيب مش مشكلة ايه رأيك نستخدم جوجل ترانسليت جوجل ترانسليت في خدمة ان هي عن طريق الكلام انك انت تتح لجوجل ترانسليت هم يقولوا اللي هم عايزينه وتعملوا ترانسليت انك انت تفهم هم بيقولوا ايه والعكس صحيح ان اي حاجة انت عايز تقولها تقولها بالانجليزي او بالعربي وتحولها لهم لتوركي وهم يفهموها طيب كويس كده حلنا مشكلة تانية طيب لو هم يضحكوا علي انا حشوف صديق هناك توركي وان انا حاول اتحرك معاه عشان انه محدش يضحك علي او انه يغلي علي الاسهار او حاجات زي كده دي 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 الحاجات المشاكل دي اللي بنسميها في مجال الاي تي ريسك يا شباب دي ريسك ده في مجال الاي تي ريسك دايما ان ريسك اساسي بيعمل ايه انه بيشوف ايه هي الحاجات اللي ممكن تعمل مشاكل او تعمل هارم على الاسيتس بتاعتك ممكن يكون هاكرز ممكن يكون فيروسز ممكن يكون آآ الكهربا تقطع ممكن يكون المكيفات توقف كل الحاجات دي ممكن توقف الاسيتس بتاعتك وتعمل لك مشاكل فانت بتحط ايه الليست بتاعت الحاجات دي كلها الكهربا تقطع بعد كده لما تحط المشاكل دي كلها تحط ايه هي الحلول المقترحة الكهربا تقطع يقولك اه لو الكهربا تقطع ممكن تحصل طب ايه ريسك نحط بقى آآ جينريتر طب الاسي عطل لو الاسي عطل لحط اتنين اللي اتنين يكونوا على بعض مشارط لو واحد واقع التاني يشتغل طب لو عندي طلع ان فيه فيروس او وورد طيب نحط انتي ميل وير ونحط الانتي ميل ويرد على السيرفرز ونحطه على ستوريش ونحطه على الابروكسي سورفر ونحطه على الايميل جيتوي ونحطه على الدسكتوب على الخامسة مشارط ان لو جامل اي حتة من الحاجات دي اوتوباتك يقدر هو يحمي اه 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 يحمي نفسه او الاجهزة تقدر تحمي نفسها and so on فبالتالي زي ما انت شايف كده انه ريسكس اه اسيسمنت بيعمل ايه انه بيطلع كل الريسكس اللي موجودة عنده وبيشوف ايه هي الحاجات الحلول بتاعتها ويعمل لها الكنترولز طبعا لو فاكر الدور بتاع سيكيورتي انجينير هتلاقي هنا الريسك اساسمنت عمل ايه شاف ايه هي الريسكس اللي موجودة عنده وشاف ايه هي السيليوشنز اللي ممكن بعد كده يروح للسيكيورتي انجينير ده يقول له خد بقى حلهالي انا انا قلتلك انا عندي مشكلة في الباور في الباور اه السيكيورتي انجينير يقول له طيب انت لو عندك مشكلة في الباور احنا ممكن نعمل ايه جينريتور ممكن نعمل جينريتور او ان انت ايه رأيك ممكن كمان ان احنا ناخد آآ باور سورس شايفين هنا الوظائف بتبدأ تدخل مع بعض يبدأوا يشتغلوا مع بعض. هنا بينتهي الدور بتاع على الحت دي ويبدأ دور عشان يبني ويعمل الحماية بتاعته. وبالتالي ان دي برضو احدى الوظائف اللي موجودة عندنا في الاسيكورتي. طبعا في عندنا وظيفة يعني كمان اللي بسميها السيزو. طبعا السيزو دي يا شباب دي وصيفها مش انت مش بعقولك عليه عشان انك انت تخدها. لقيا السيزو ده اللي هو بيسموه اللي ده سيكورتي مانجير. ده اللي هو ان فرميشين سيكورتي اوفيشر. ان فرميشين سيكورتي اوفيشر. ده بيعتبر الاسيكورتي ده ان شاء الله لما انت تدخل بقى تتدرك في الوظائف سيكورتي انجينير وتبقى بعد كده سوبربايزر بعد كده مسلا سينيور بعد كده مسلا مانجر بعد كده توصل للسيزو وحاجات زي كده ده اللي بيبقى مسؤول عن ادارة السيكورتي بتاعت الشركة كلها وده بيبقى شباب عنده بيزنس وتكنيكا يعني ده بيبقى عنده ان فاهم البيزنس انا فاهم البيزنس بتاعي وفاهم التكنيكا لو اقدر ان انا اشوف ده يخدم ده ازاي الاتنين دول انا ازاي برتي انا في التكنيكا اقدر افيد البيزنس ازاي اساعة البيزنس ان يشتعل ازاي خلينا اقول لكم سرع عشان تفهموا النقطة دي في فترة من الفترات كان في شركة عندها صيدليات الصيدليات دي عندهم حوالي ميد صيدلية في المدينة كويس اكتشفوا ان هما بممكن يخسروا فلوس كتير قوي لانه لما جم البضاعة لما تنتهي في الصيدليات العربيات ما بتلحقش تروح لكل الصيدليات يعني العربية طلعت من النخزن واخد بضاعة الى عشر صيدليات عشان الدنيا زحمة والمرور وحاجات زي كده ما بتقترش توصل للعشر صيدليات بتوصل لثلاث اربع صيدليات ماكسموم وما بيقترش يكمل يروح للباقيين فالتاني بالليل بيكتشفوا ان في الست صيدليات التانية البضاعة مش موجودة لما بييجي العميل يسأل عليها ما بيلاقيهاش طبعا انت عارف لو انا جوحت صيدلية وسألتها لحاجة قال لي مفيش مجة مجتين تلاتة ماكتشف ان بقولوا لا دي مش كويسة وانا مش هروحها بجة تالية فبالتاني انه بيقصد العملة بتقول هنا الشخص ممكن او السيزو او السي اي او يساعت هنا ازاي هم عارفين ان فيه كان خدمة ايام زمان قوي قبل الجي بي اس وقبل جوجل مابز وكلام من دا كان بيعملوه عن طريق الساتيليت عن الامر الصناعي ان بيديك بالضبط الجي بي اس زي خدمة الجي بي اس بتاعت جوجل بالضبط يقول لك ايه اقصر طريق لو انت عايز تنتقل من المكان دا الى المكان دا او لو عايز تنتقل لعدة المكان ازاي تروح من هنا الى هنا الى هنا الى هنا الى هنا بقى اقصر الطريق ولكن دي كانت ساعتها الفترة دي كان حوالي عشر خمسطاشر سنة جوجل ما كانتش موجودة اساسا فكان بيعملوها خدمة على الساتيليت فالراجل دا السيزو جاء قال لك يقول له انه انت عايز تروح في من الحي دا للحي دا للحي دا للحي دا تاخد الطرق دية وتمشي في الطرق دية انسقهم لا يبقى بيحصل معانا ايه احنا دلوقت في جوجل ويقول لك امشي كده يمين شمال معرفش ايه لغاية ما يوصلك فبدأنا نعمل الى اكسورسايز دا فاكتشفنا انه ها دا ممتازة جدا ان احنا قدرنا بدل ما نعمل للأدوية في خلال الاربع صيدليات في اليوم لا قدرنا نوصل الى تمان صيدليات وتسعة صيدليات كمان تمانية او تسعة فبالتالي انت شايفين الراجل دا الراجل دا راجل تكنيكا دا بس هو هنا عشان دوره هنا انه ازاي يستفيد من الاتي بتاعته انه يفيد البزنس فجاء لهم دا فيه سيليوشن كذا فعلا عملوا سبسكريبشن وحطوا السنزور دي في العربيات وفعلا استفادوا بينها جدا وزي ما قلتلكم ان هي لاحظنا في السنة اللي بعدها ان فيه الطفرة في المبيعات وصلت اكتر من 30 او 35% لان البضاعة بقت موجودة في الصيدليات وان هي بتقدر تتباع اونلاين على طول فدي كانت الوظيفة بتاعت السيزو ان هو ازاي يقدر ان هو يخلط ما بين البزنس وما بين والتكني كده يا شباب دي يعني سوعة من الوظيف طبعا هو فيه وظيف تانية اكتر ولكن ان يمكن التانية الحاجات التانية بقى صوفيستيكيتر اكتر شوية زي حاجات زي كده يعني فيها اكتر وانا مش عايز اضغط بس انا حبيت افهمكم ان فيه معينة انك انت لازم تكون فهمها دي معينة زي انتو شايفين يا شباب ان كل واحد من دول له دور قائم بزات وزي بالضبط ما قلت لكم المهندسين المهندس مدني ومهندس امارة ومهندس كومبيوتر ومهندس كومنيكيشن ومهندس باور زي ما قلنا الاطباق انهم لهم دكتور امران نسا دكتور جلدية دكتور اطفال دكتور اعصاب كل واحد منهم مختلف عن الثاني وزي ما انتم شوفتم هنا السبع وظائف المختلفين عن الثاني ممكن يكونوا بيكملوا بعض ممكن يكونوا بينتقل حد يخلص بتاعه بينتقل الى واحد تاني ممكن انك انت تعرف المعلومات عن وظيفتين مع بعض ممكن انك تكون متخصص يعني انت عندك هنا يا شباب اللي بيشتعل في المجال ده بتلاقي الانسدينت رسبوندر غالبا بيسميه بيسموه سوك سوك الى سيكيورتي اوبريشان كنترول انه بيبقوا مسؤولين عن اي اتاك ده ده ما بيعملش اي حاجة في الدنيا الا الوظيفة دي فقط لا غير فقط لا غير هو بيشتغل الجزء ده غالبا بتلاقي برضو اللي بيشتغل الجزء ده انه لا بيبقى وير بحاجات تانية معايا كل حاجة بيبقى لها الاحتياجات بتاعتها بالتالي انك انت لو عايز تختار او تشتعل في المجال السيكيورتي مهم جدا يا شباب انك تشوف انت بتحب ايه انت بتحب ايه في كمان وظيفة تانية احب اقول لكم عليها برضو المعلوماتكم اللي هي اللي هي عندك ديتا سنتر ازاي تحميها الفيسجا سيكيورتي اللي انت يكون عندك الباور عندك الاسي عندك سي سي تي في كاميرات المرقبة يكون عندك الموشن ديتكشن لو ديتا سنتر فيها اي حرقة انك انت تكتشف ان في حرقة في الديدا سنتر انك انت يكون عندك مثلا فاير الارم يكون عندك ووتر ليكتش الارم واخد بلكم ان ده مجال مختلف تماما عن الائتي ديتا سيكيورتي ده مكان مختلف تماما اللي بيشتغل في المجال دو ده يمكن شركة وده شركة تانية انك انت بتحميلي الديدا سنتر بتحميلي فيها الاسي الباور السي سي تي في الموشن دي تيكشن الفلود دي تيكتور كل الحاجات دي برضو دي وظيفة من الوظيف اللي موجودة في المجال الشغل بتاع فينا شباب هنا احنا بنتكلم عن السيكيورتي فيها وظيف كتير تقدر انك انت تختار منها اللي بيه نسبك مهم او تختار ايه الحاجة اللي انت بتحبها يهمني تختار حاجة اللي انت بتحبها شباب الاختيار اللي بيحصل بيزد على الناس دي تقولك دي الوظيفة بتاعته راتبها خمستاشر الف جنيه او خمستاشر الف ريال دي الوظيفة بتاعتها عشرين الف ريالي بقى نروح ابو عشرين الكلام دا كلام غלط الكلام دا كلام غلط لانك انت ممكن تروح الوظيفة ما بتحبهاش لو انت الحاجة دي يعني انت ما بتحبش البروجرام annoying مثلا انت ما بتحبش البروجرام إزاي تختار الوظيفة رجم خمس اللي كلها قائمة على البروغرامن. ازاي? معنا كده انا هتفشل فيها. لان انت ما بتحبش البروغرامنج اساسا. ازاي هتحمي حاجة انت مش فاهمها لخالص. فبالتالي انك انت لازم تختار المجال اللي انت بتحبه. تختار المجال اللي انت بتحبه عشان تبدع فيه. عشان تبدع فيه. عشان تعرف تطلع فيه كل تقطق وتطلع فيه كل المعلومات اللي موجودة عنك. وتقدر تبني فيه حاجة مميزة. دي كانت اخر حاجة في الكوروس بتاعنا يا شباب انا عارف طبعا ان هو كان كورس يعني سريع جدا. بس ان الهدف بتاعه كان زي ما اتفقنا ان انا احطكو على الخطوة الاولى. الخطوة الاولى. وطبعا زي ما انا قلتلكو لو او تحبوا ان انا انكوا تكلموني طبعا انا اهلا وسهلا بيكو في اي وقت انا الواتس ايب طبعا انتو رقم بتاعي موجود عندكم بس هو برضو هو ده الموبايل الشخصي بتاعي خط الصعودية ممكن تكلمني لو انت داخل الصعودية عادي او انك انت لو من خارج الصعودية تكلمني على الميت او ممكن انك انت تستخدم الايميل ادرس بتاعي itcertificates2020.gmail.com دول ال contact information لو تحب انك انت تشوف how you'll be able to continue المجال اللي انت ممكن تشتغل فيه الدورات التدريبية اللي ممكن ترفعك في المجال ده ممكن نقترح عليك بعض الكورسات وحاجات زي كده برضو حيكون مفيد جدا انك انت تدخل على itcertificates youtube channel عليها training courses كتيرة جدا هتلاقي عليها معلومات كتيرة جدا هتكون very useful بالنسبة لك وممكن تساعدك في اتخاذ القرار ان شاء الله وطبعا اتمنى لكم كل توفيق وانه تقدر تختار الحاجة اللي يكون فيها الخير لك ان شاء الله اه كده انا خلصت السيشن بتاعتي ولوليك اي اسئلة اه انا تحتار افضل اه جزاك الله وكل خير يا جشونت اسامة على كل الحضرتك قدمت وربني ان شاء الله يجعلوا اه جزاك كل خير شكرا اي اسئلة يا شباب طيب تمام اه طبعا ان شاء الله رب العالمين كل التسجيلات اه انا رفعتها على تقدروا تبقوا تشوفوها ولو في اي حاجة يكون بيننا اتصال وطبعا انتو لو اه داخلين معايا عدوات ساب اه جروب اه ان شاء الله في خلال اسبوعين او تلاتة اه حنعلن عن الكورسات الجديدة اللي هنعملنا في عشرين اربعة وعشرين ان شاء الله سبحانه وتعالى اشكركم يا شباب واتمنى لكم كل توفيق واحب اشوفكم في كورسات جاية ان شاء الله شكرا لي اشتركوا في القناة